طالب كوادر جامعة ديالة بالكشف عن مصير الاموال التي صرفت لهم من علاوات ومكافآت لهذا العام بعد ان صرفت لهم بنسبة 20% فقط من هذه الاموال من قبل الجامعة بالرغم من صرف المبالغ بالكامل من قبل وزارة المالية مؤكدين بان هناك ما يثير الاستغراب لا سيما بان المبالغ صرفت بالكامل كما هو مثبت بالاوراق الرسمية علاوات وعندنا لقب علمي ومال اكثر من سنة فكانت شون تكون احنا ما حاسبنا اياها فمن جو حسبوها فصار بها يعني لانشات توقفها من وزارة المالية من جد الحسبة صارت مبالغ كبيرة فالجامعة يعني صراحة تم استقطاع 80% من المبلغ وطتنا فقط 20% اخرون اكدوا انهم وبعد ان اكملوا اكثر من نصف العمر في الدراسة وحصلوا على القاب علمية بشق انفس تفاجهوا انه يتم صرف مبالغ من العلاوات والمكافآت بنسب قليل وطالبوا برد من رئاسة الجامعة عن ما هي اسباب عدم صرف المبالغ الكاملة وقسم كبير لم يستلم المبالغ التي صرفت حتى الان انه بالفترة الاخيرة صارت هاي الحالة اللي هسه صارت جدل الجميع انه صار قطع عدنا بالفروقات العلاوات والترفيعات لبعض زملائي التدريسين بالجامعة انه صار قطع ثماني بي وطبعا الكل استثارت واتفاجأوا بالموضوع فيما اكدت جامعة ديالة وفي اتصال الهاتفين بعد رفضهم بالظهور علنا امام وسائل الاعلام ودون معرفة الاسباب اكدت بان عملية صرف هذه المبالغ بان ميزانية العام الماضي لم تقر وكانت نسبة الصرف بنحو 1 على 12 من التخصيصات وحرصت الجامعة على صرف المستحقات المالية للعلاوات والترفيعات بحسب ما متوفر من التخصيص المالي وكانت نسبة الصرف بنحو 20% وفي حال توفر التخصيص المالي في الايام المقبلة ستصرف النسب المتبقية بحسب الجامعة بين انتظار اطلاق الموازنة وعدم توفر الوفرة المالية تبقى كوادر جامعة ديالة بانتظار صرف ما تبقى لهم من مبالغ وهي المرة الاولى من نوعها على مدار السنوات السابقة من محافظة ديالة حسن الشمري التغيير الفضائي